منعرف انتمائك الكبير لسوريا مؤخراً تصريح للإعلامية ندالة الأحمدية عن اللاجئين السوريين أثر جدل كبير وتعرضت هي للهجوم والانتقاد شو بترد لو كنت محل اللاجئين السوريين أو محل أي فنان سوريا؟ أنا علقت بتعليق أنا حبيت أعطي أهمية للموضوع ولكن موضوع كبر أنا بالنسبة إلي كربيع زوجتي سورية بيت جدي أهل أمة أصلاً من الوادي من سوريا فهودي إذا قلت إذا بدي فوق أنا جاوبة حتى كتير مرات نسئل وعمل حالي ما سمعت أنا عايدني طبلي مفقوتي بس بسمع فتجنب أعمل إنه أنا ما سمعت بس بعدين كتير تبالغ بالموضوع وصرنا نحكي أمور سيئة أول شيء إحنا بلد واحد لا نضال ولا غير نضال فيه أول منا بلد واحد بس ما حكت أي علاجين حكت على الشعب بكامله أنا لما أحكي عنه والله هودي إجوا وصخوا بالمنطقة عنه أخيتي أوكي معك مع زورة حكت على أما لما تعممي أنت الشعب السوري وأعطيتهم مثل دكتورة باليابان هلأ هي من أهم الدكاترا هي سورية راح تتعلمت اللغة وأصعب اللغة وتعلمت اللغة هي ودكتور مصري هني أهم أطبق بي هونيك طيب يعني يلا فرجيني زنودك راح يعملي هاك عملي مثله مثلا شو بتقل لها لأن دال أحمدي هلأ نقول تقل لها شو بدي أقول لها بلها يعني ما بلها أصعلا أنا شوية من يعرات كنا من زمان يلا عطيني شو السبب بيقولوا بونجور وما بيقولوا بونصور وبيقولوا أسبيرين وبالعربي بيكتبوهم وشو كولامو يعني كلهم عبعضهم إذا بتحطيهم هايك بطابة وبتشوطيهم كلها يعني ما فهمت شو ألا من الثقافية يعني أخيتي أنا ما بحكي غير لغة عربية روحي يلا تعني أشيني بمعتقداتي وبيفهميك وبفنك وتعني نتناقش أنه إياك بالمنطق لنشوف من ما إلا علاقة اللاجئين بالحكس لازم يكون نحنا قلوبنا ع بعض أنت ما عودت اللاجئين السوريين إلى بلدهم اليوم؟ ما عودت كل إنسان عبلده طبعا طبعا ما في شك ما عودت كل إنسان عبلده وبيتأملوا الجو المنيخ والجو المناسب والأمين طبعا وبيرجع بللش بدي يقعد عندي ولش بدي يقعد عند العالم ولش الفلسطيني بدون يقعدوا بالأردن يعني واضحة هاي الأمور بالنهاية ترجع الأمور بس مش هيك الطريقة اللي بتعالش فيها وأنا لا ما بدي أتهجم ولا بدي أحكي غلط يعني بس هذا المنطق اللي بيحكي غير بيكون ما يفهم بالمنطق